أهلا بكم ومشاهدين في جولتين على أبرز الصحف الأجنبية التي توقفت عند تقييم لوكالة الاستخبارات الأمريكية يشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها في غزة ويتوطق على إطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي من خلال حبلة احتجاجات واسعة وإجراء انتخابات صحيفة وصلت جورنال أشارت إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية ذكرت في تقييمها أن إسرائيل ستفشل في تحقيق هدفها في غزة والمتمثل في القضاء على حماس بشكل كامل كما أن بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في منصبه يواجه تحديات وبحسب التقييم إسرائيل ستواجه صعوبة في هزيمة حماس التي يدعمها سكان غزة على نطاق واسع كما من المحتمل أن تواجه إسرائيل مقاومة مسلحة لسنوات قادمة وأضاف التقييم السنوي للتهديدات الذي يجمع أراء جميع وكالات التجسس الأمريكية أن حالة عدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم التسعة لدى الإسرائيليين مقارنة بمستوياتها المرتفعة بالفعل قبل الحرب ومن المتوقع حدوث احتجاجات واسعة تطالب باستقالته وإجراء انتخابات وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المعتاد أن تقدم وكالة الاستخبارات الأمريكية توقعات تتعلق بالحياة السياسية لرئيس حليف وفي وثيقة غير سرية ولفتت إلى أن نتنياهو أشرف على أسوأ فشل أمني لإسرائيل وأن استطلعت الرأي تشير إلى أن بني جانت سيهزم بسهولة حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في حال أجريت انتخابات الآن وأيضا مشاهدين في صحيفة نيويورك تايمز تطرق جوليانا بورنز إلى تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية مشيرا إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أدت مخاوفها بشأن رؤية إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة ورجحت أن تواجه إسرائيل مقاومة مسلحة من حماس لسنوات قادمة وكما أن الوكالة أثارت في تقييمها الشكوك بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيبقى في السلطة وقالت أن اتلافه اليمني قد يكون في خطر ونقل الكاتب أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت في تقريرها السنوي إلى أن إسرائيل ستواجه ضغوطا دولية متزيدة بسبب الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة لافتا إلى أن تقرير الاستخبارات الأمريكية تم إعداده على مدى أشهر وكذب قبل التوترات الأخيرة بين بايدن ونتنياهو وأضاف أن الحرب على غزة باتت تشكل تحديا لشركاء أمريكا العرب بسبب المشاعر العامة المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة نتيجة للموت والدمار في القطاع المحاصر أيضا مشاهدين صحيفة التليغراف البريطانية ناقشت تقييم التهديد السنوي لسي آي اي وقالت إن وكالات الاستخبارات الأمريكية تتوقع الإطاحة بين تنياهو بسبب عدم ثقة الجمهور في استراتيجيته بغزة مشيرة إلى أن ملخص التقرير المشترك الصادر عن ثماني عشرة وكالة أمريكية يشير إلى أن معارضة كبيرة لسياسات نتنياهو المتشددة بشأن القضايا الفلسطينية والأمنية وأضافت الصحيفة أن الضغوط على نتنياهو تتزايد وسط غضب شعبي على خلفية التعامل مع داث السابع من أكتوبر ورجحت أن التهديد الذي يلاحق نتنياهو وإتلافه قد يمهد طريق لانتخابات مبكرة وحكومة أكثر اعتدالا وفي صياق التضليل الذي تمارسه إسرائيل منذ بدء حربها على غزة ذكرت مجلة فورين بوليس الأمريكية أن إسرائيل وظفت تكتيكات حرب المعلومات بما في ذلك نشر المعلومات المضللة لتشكيل روايات العالمية المحيطة بالصراع عموما والحرب على غزة تحديدا وأضافت أن إسرائيل استخدمت استراتيجية متعددة الأوجه بما في ذلك شن حملات على الأصوات المؤيدة للفلسطينيين والحد من تضفق المعلومات من غزة وحجد الدعم المحلي لحربها كما أن إسرائيل ضغطت بقوة على منصات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي ينشره الفلسطينيون ومؤيدهم واستخدام التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للحد من ظهور المنشورات المؤيدة للفلسطينيين كذلك سعت إلى السيطرة على تضفق المعلومات عن غزة من خلال الحد من وصول وسائل الإعلام إلى غزة واستهداف البنية التحتية للاتصالات ترجمة نانسي قنقر